8 نهاردة في التدريب مستر كارتيرون عمل برضو نفس البرو جرام يعني مش هايزين يبقى مكرر احنا بس هنحافظينه بس هو ده بيبقى سمة من سمات او شخصية الفريق فكرة اللي هي برضو بعض الجيمانيستيكس قبل ما يروح جوه للأوتيل بيشتغل فيها شوية بعد كده بيتوجه على طول على الملعب بعد ما يقسم اللعيبة مجموعتين وعمل قبل التدريب في الملعب عمل مخاضرة كده صغيرة فنية تكلم فيها مع اللعيبة قبل التدريب بتكلم فيها عن شكل التدريب والبرنامج وتكلم فيها عن أبرز الحاجات اللي هي علاقة بالخطط واللي هي علاقة بالتحرقات وممكن يكون عنده رؤية مختلفة اكيد برضو بيتكلم عن فرقة طلعة الجيش تحديدا ده المنافس اللي هتلعبه بكرة وبتستعد بشكل عام كل مدير فني ليه طقوسه وليه لغة يتكلم بيها مع لعبته دي أبرز الحاجات اللي اتقالت النهاردة في المحاضرة الفنية لكن لسه ما يتكلمش على مين هيلعب أو مين مش هيلعب بيبقى زي ملتركوا كل مدير فني معاود اللعيب على شيء معين وبعد كده مستر كارتيرون بدأ التدريب وعمل تدريب الأول خفيف اللي هو الجاري خفيف طبعا بطبيعة يبقى نازل بالحمل انت عندك يعتبر أقل من 24 ساعة على المباراة بكرة هو يشتغل على بعض الجانب الفنية والخططية ويمكن هو ركز شوية على القراط العرضية ممكن تكون دي لها مؤشر أو سمة معينة مستر كارتيرون مركز فيها بكرة هو حرص على توجيه بعض اللعبين في بعض الأخطاء معينة بعض الوقفات التمركزات الكلام العادي العام اللي بيشتغلوا زي ما قلتوا حضراتكم ما هي أعتقد أن حتى الكلام بيبقى بين كارتيرون وبين اللعبين أعتقد قليل ليه بيبقى قليل؟ لأن انت ما بيحصل فترة من الانسجام فترة طويلة ما بتبقاش خلاص محتاجة الكلام انت لا يبقى حفظاك وانت حفظهم بيبقى الكلام يعني زي ما بيقولوا يعني بمقلة ودل يعني فالكلام قصير ممكن بس لهو عنده بعض الرطوش أو بعض الملحوظات أكيد كمان ممكن يكون بيتفرج مثلا على فيديو الفريد طلع الجيش هو أحافظ فريد طلع الجيش السنة الفاته تعرف أن فريد طلع الجيش بيقفل بشكل مميز أكيد برضو من ضمن الكلام أن ما لناش دعوة بنتيجة الأولينية لمباراة طلع الجيش فكرة 3-0 المباراة الأولينية لطلع الجيش ده أعتقد هتديره دوافع مختلفة لأن يهم فريد طلع الجيش أنه يدخل السيزون بشكل كويس السنة الفاتت لما بدأ بشكل مش مميز أو تعبوا الدور الثاني فأكيد هيبع عندهم دوافع هيبع عندهم كمان سكواد كويس جدا اللعبة وغضة بطولة فاللعبة اللي وغضة بطولة دي برضو بيع عندهم ثقة عندهم حلول جوه الملعب فكل الحاجات دي أكيد مستر كرترون يتكلم فيها النهاردة كمان في التدريب النهاردة كان فيه في الأواخر كده تأسيمة صغيرة بس كانت تأسيمة قوية الحمد لله الحقيقة كان يعني بان في التأسيمة أن اللعبة كلها ظهرت بمستوى فني جيد وأنهم في حالة معنوية جيدة وبحالة فنية جيدة وده شيء مؤشر جيد ما سينقصهمش إن شاء الله غير التوفيق ويارب يكون توفيق من نصبهم بكرة بعد التدريب مستر كرترون قعد وعمل جلسة مع الدكتور محمد أسامة برضو بحس إن فيه علاقة مهمة جدا ما بين مستر باتريس كرترون ودكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الفرقة طبعا نتزة مالك الحقيقة بيبقى القرب ده مهم بيبقى كل ما يكون العلاقة بين المدير الفني والدكتور مميزة بتأثر مسافات كتيرة لأن في الآخر العيد بني آدم وفي الآخر الإصابات اللي بتعرض لها بتبقى محتاجها صدق ومحتاجها تعامل معها بشكل جيد ومحتاجها تعامل معها بتوقيت كويس لأن التوقيت والطايمينج يفرق بشكل كبير فأعتقد العلاقة لما بين مستر كرترون ودكتور محمد أسامة وصلت للشكل اللي ممكن يكون فيه اللي هو التوافق بشكل كبير وعموما مستر كرترون طمن من دكتور أسامة على حالة الجهازية اللي لعبين لو حد كان بيشتكي من شيء لو حد كان فيه حاجة مأثرها معا شوية لكن بشكل عام دكتور محمد أسامة الحمد لله طمن كرترون على جهازية كل اللعبين ومستعدين كلهم على فكرة الحاجات دي بتبقى مهمة ليه قبل ما يتكلم عن التشكيل مستر كرترون علشان انت خلاص دي البروفر الأخيرة بكرة بتسحى الصبح تعمل المحاضرة بتاعتك وبتتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن المباراة بتبقى خلاص عارف كل الجانب فأنت ما حدش لغبط لك حساباتك من هنا لبكرة فما يكون كرترون عارف مثلا اللي كان عنده شد ولا حاجة في حتة معانا لا لا لو هو تمامي يبقى مش مستبعد من حساباته لو فيه حد تاني كان فيه شكة في حاجة معينة كان فيه شكين في شيء ما كان حاسس ببعض الأمور حد عنده برد حد الحاجات اللي حتى اللي ملاش علاقة بالعضلات فلما تكون الأمور دي كلها على ما يرام هو يقدر يعني يخلق سيناريو ممكن يتوقع سيناريو معين هيرسمه في المباراة أي مدير فني طبيعي يقسم المطش يبدأ بشكل بعد نص ساعة يلعب بشكل تاني يحط مين على الدكة يبقى ورقة ربحة هيلعب ازاي الشوط التاني كل دي بتبقى ليه علاقة برضه بالدكتور لما يتطمن على العبته يقدر يرسم خطة ويرسم بلان كبيرة جدا جدا يقدر يشتغل بيها للمباراة